موسيقى اهلا بيك و اهلا بأربار اليوم مبدئان بشكركم على وجودكم معنا و يا رب دايما معنا في كل خطوات النجاح انا النهاردة موجود علشان نحتفل كلنا بنجاح الالبوم ده موجود النهاردة علشان اعرف رد فعلكم زي ما انتم عايزين تعرفوا انا شايف ايه انا كمان بعرف منكم انتم شايفين ايه لان دي حاجة بتبان اه انا الحمدلله سعيد جدا المرة دي دي اكتر فيه تباك جالي على الابوم من الثلاثة الابومات اللي نزلوا لي اولا بشكر ربنا على توفيق اللي موجود معايا في كل خطوة بعملها بشكر اهلي على دعمهم الكامل ليا بشكر شركتي على الثقة الكاملة بشكر واحد واحد من اللي اسميهم موجودة في الكفرات او في حياتي عموما في المزيكة بشكر واحد واحد من اللي اشتغلوا معايا واحد واحد من اللي بيساعدوني واحد واحد من اللي بيخروش علي باي مجهود باي كلام حلو باي مزيكة حلوة بشكر مثلاً الفنان سعيد كمال ده حتى الوتريات ده شخص تعب جداً جداً ما يستر سعيد كمال ده عشان يكتب كمانجات كل الأغاني ويعمل مجموعة من السورات النجاح دايماً مش اللي بيطلعه شخص واحد النجاح دايماً بتطلعه أسباب كتير مجموعة كبيرة وأنا الحمد لله موفق في المجموعة اللي حولها الحمد لله أقول لهم بتعب جداً علشان أعمل ألبهم بتعب جداً علشان بخاف من النجاح اللي دوتهولي بتعب جداً علشان أخرج العمل اللي مجموعة فنانين كبيرة بتتعب فيه علشان تشوفوه أتمنى يبقى التعب ده كله ويصل لكم أتمنى يبقى الخطوات اللي واحد بيعملها دي خطوات تحسبوها له خطوات سابتة ويا رب دايماً نجاح حليفي ويا رب دايماً أنتم موجودين في ظهري طول ما احنا ما ننتجه بيعجب الناس بتحس أن الناس مقيمة في حتة حلوة ده بالنسبة لنا هو ده بنقيسه على أنه نجاح لكن ما بنحبش أن نحن نحط فكرة أنه منافسين مع بعض أو مش منافسين مع بعض لأنه في الآخر احنا بننتج لأكتر من فنان فأنا بالنسبة لي يعني الشركة الصح هي اللي بتعرف تنزل شغل أكتر من فنان في وقت واحد من غير ما تحس أنه الفنان ده أنت أسرت في حقه أو الفنان ده أنت أسرت في حقه أو الفنان ده أنت أسرت في حقه بالنسبة لي ككريم كواحد بيسمع رامي وحابب أغاني رامي هي وعدين الاختيار الفاينل هيبقى إيه اللي هيتصور الأول ده الله أعلم بس لسه محددناهوش من نفسنا نمضي معه وإحنا ماضينا مع مين هو ما قلناش ده عمرنا ما هنجاوب عليه عمرنا ما هنجاوب عليه تبقى دي الفترة الجاية خاصة في ظل حالة القرصانة الموجودة في السوق نفسي الدولة المصرية تتحرك لأن أكبر خاسر من مجال الفنون غير أننا عندنا قوة نعمة في مصر يعني أنت في مصر تقدر توصل فنك لكل البلاد العربية كل البلاد العربية بتحب فنك بتحب اللهجة المصرية في الغنى أو في التمثيل سينما دراما فلما نرفع إيدينا كدولة وكحكومة وكبرلمان بلا تشريعات لها دعوة بالموسيقى وإحماية حقوق المركز وإحماية الفكرية بشكل حقيقي يبقى إحنا كلنا كده بنخسر فلوس كتير زائد قوة نعمة بتشيل منها أنت الباور بتاعها لأن الباور دي إحنا مش عايزين حاجة تكنيكة من الدولة يعني مش عايزين حاجة من الحكومة لكن لو الحكومة قدرت تحافظ على الحقوق دي هي نفسها حيطلع لها فلوس من الضرائب الطبيعية لهذا المنتج هي حتحس بتأويتها وسندها للقوة النعمة بتاعتها دي أنها قادرة توصل لبلد تانية بوجهات نظرنا نقدر نوصل قراءنا نقدر نوصل كلامنا نقدر نوصل فننا ده مش حاصل من الدولة للأسف أتمنى أنه حد يتحرك لأنه الخسارة كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر